اهلا بحضراتكم من جديد عن مؤشرات المسح ودلالات النتائج اللي ظهرت من هذا المسح للأسر المصرية ضفنا النهاردة في الستوديو دكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح النور وأهلا بك والمشاهدين أهلا بحضرتك يمكن مجهودات كبيرة في مسألة تنظيم الأسرة في مسألة الاهتمام بتمكين المرأة مستوى التعليم عايزة عرف من حضرتك هل على أرض الواقع لمستم نتائج لهذه المجهودات في نتائج المسح الخاص بالأسر المصرية طبعا نتائج جهود الدولة في هذا المجال وضحت في بعض الحالات نتيجة الهمة جدا هي انخفاض مستويات الإنجاب بعد ما كنا حوالي 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 انخفضت إلى 2.85% وبالتالي هذا الانخفاض تأثيراته الكبيرة جدا على مستوى الزيادة السكانية يعني لو أنا عايزة أقول حاجة صغيرة جدا لو كنا فضلنا على مستوى الإنجاب بتاع سنة 2014 كان مفروض سنة 30 هنبقى 125 مليون نتيجة للانخفاض اللي حصل دوت احنا دلوقتي ممكن في سنة 30 نبقى 120 مليون بس إذن نتيجة للجهود ديت الدولة قدرت تنجح في أنها تقلل الزيادة المحتملة بحوالي 5 مليون في هذه الحاجة فده نتيجة مهمة جدا المهم أيضا في المستقبل كيف نستطيع المحافظة على استدامة هذا الاتجاه بحيث أن احنا نقدر نوصل لمزيد من الانخفاض في مستوى الانجاب وده حيكون له تأثير طبعا على التنمية معدلات التنمية مستوى المعيشة والكلام ده كله نعم طيب دكتور خلينا أسأل حضرتك إزاي ده حصل دي أول حاجة ونعرف كمان المحافظات الأكثر إنجابا والأقل إنجابا إزاي ده حصل هو زي ما قلنا عشان أقدر أقل المستوى الانجاب لازم أزود ممارسة تنظيم الأسرة اللي هي الآلية اللي من خلالها بيتم تخفيض مستويات الإنجاب وفعلا المسح بيّن أنه مستويات ممارسة تنظيم الأسرة زادت إلى حوالي 66.4% يعني زيادة 8 نقاط مقارنة بـ 2014 ده معناها أنه البرامج التي تقوم بها الدولة نجحت في هذا المجال إزاي أقدر أستمر في هذا الاتجاه إحنا عايزين مزيد من الزيادة في ممارسة تنظيم الأسرة إذا كنا عايزين نوصل لمستوى الإنجاب في الدول المتقدمة اللي هو حوالي 1.6% فقط لازم نوصل بمستوى الممارسة إلى حوالي 80% فمعني كده أنه لسه قدامنا جهد كبير عشان نوصل في هذه العمالية حضرتك سألت المحافظات إحنا المسح حيوصلنا فعلا إلى نتائج على المستوى القومي وإلى نتائج على مستوى المحافظات بس اللي طلعت في التقرير الأولي هو الأقاليم لسه المحافظات حيتم إخراجها لو خدنا بالأقاليم سنلاقي مثلا المحافظات الحافظرية اللي هي الأربعة القاهرة إسكندرية بورسعيد السويس أقل لمستوى إنجاب 2.2 من 10 طفل لكل السيدة مقابل كده لو رحنا الريف وجه إبلي نلاقي أعلى مستوى إنجاب 3.6 من 10 بس عايز أقول أنه رغم الاختلاف الكبير جدا كل مستويات الإنجاب في كل الأقاليم انخفضت حتى في وجه إبلي كان أربعة واحد من 10 في سنة 2014 انخفض إلى 3.6 يعني حوالي نص طفل لكل سيدة إذن فيه اتجاه عام واضح في كل المناطق للانخفاض إنما بوتيرة مختلفة هنلاقي فيه مناطق انخفضت بشكل كبير زي ريف وجه بحري انخفض بحوالي 8 من 10 طفل لكل سيدة إذن معنا كده نحن نحن عايزين نشوف المناطق اللي انخفضت بشكل كبير إزاي نقدر نطلع منها بدروس مستفادة نستخدمها في المناطق الأخرى حتى نستطيع أن نوسع نطاق الانخفاض هل المسح رصد في الوقات ما بين الطفل الأول والطفل الثاني لأنه يعني الناس تنظم كل سنتين الناس تنظم كل أربع سنين والناس اللي عندها طفل ثالث هل فيه رغبة لإنجاب طفل رابع وليبقى فيه قدر من الوعي بأنه كده كفاه الحقيقة المسح برضو بيّن أنه فيه نسبة كبيرة جدا من الأطفال غير المرغوب فيهم يعني بمعنى أنهم اللي بيقولوا بقى الجه غلطة واللي جه ما كانش مخطط والكلام ده كريبا المسح بيّن أن حوالي عشرين ونص في المية يعني حوالي خمس الموليد تقريبا لم يكونوا إما مرغوب فيهم في التوقيت اللي جم فيه أو مرغوب فيهم عموما لأنه الأسرة كانت مكتفية باللي جابته قبل كده دي نسبة كبيرة جدا تبدأي دكتور ما قلناش أنه ما فيش اهتمام بتنظيم الأسرة يعني ما فيش زيارات لمراكز تنظيم الأسرة لا في بس ما هيش بالقدر الكافي بمعنى أنه لابد أن تكون هناك متابعة بقى في مراكز تنظيم الأسرة على حالة السيدات يعني أنا بتابع الحمل أحد الحاجات المهمة جدا أن رعاية الحمل زادت بشكل كبير جدا في المية من السيدات تقريبا بياخدوا رعاية حمل منتظم طيب ما دي فرصة بقى أعرف دي حامل في أنهي واحد ده في الأول فابتدي أتعامل معها بشكل مختلف ده في الثاني فرصة للحفاظ على الصحة الإنجابية بزبط صحة الأم صحيح وضمان أن الطفل اللي جاي يطلع لهم فرصة صحية أكبر صحيح فدي كلها دي حاجات نأمل بقى أنه في المستقبل يتم بناء على الاستفادة من نتائج المسح يتم الاستفادة منها في وضع البرامج اللي تمكن من متابعة حالات الحمل على المستوى القاعدي بقى بشكل دقيق نعم في الحقيقة دكتور يعني انخفاض معدلات الإنجاب دي تحديدا بتنعكس بشكل مباشر على المواطن بتنعكس صحيا اقتصاديا تعليميا وهنا تعليميا دي اللي اللي عاوز أفعدها شوي هل حضراتكم في هذا المسح قدرتم اللي انتم ترصدوا إلى أي مدى انخفاض معدلات الإنجاب انعكس التعليميا على المواطن لا هو أولا خلينا أقولك انه مستوى الإنجاب المسح باين انه مرتبط جدا بالتعليم يعني أقل مستوى الإنجاب هم في اللي كملوا تعليم سنوي أو أعلى بينما اللي لم يلتحقوا بالمدارس أو يدقوا بكملوا الابتدائي هو أعلى مستوى إنجاب يعني معنى كده ان التعليم عنصر مهم جدا في تخفيض مستوى الإنجاب وبالتالي أيضا كل البرامج اللي بتشتغل على ضمان استمرارية الطالبة في المدارس وبالذات البنات استمرارهم في التعليم الأساسي اللي هو لغاية سن 18 سنة حيؤدي أولا إلى عدم زواج الأطفال اللي هو ظاهرة بنلخصها ثانيا إنه بيخلي البنت اللي اتعلمت أكثر فهما لطبيعة المجتمع هو واجباتها هو واجباتها وأكثر قدرة على الاستخدام الصحيح لتنظيم الأسرة وبالتالي تمشي الحاجة اللي يمكن محتاجة شغل شوية هو إن إحنا لما سألنا الشباب والشابات عن تنظيم الأسرة اللي مقبلين على الزواج اللي لسه ما تتجوزوش واللي ممكن اللي هما من 15 إلى 29 سنة لا مش تخوف يعني مفيش تفضيل لاستخدام تنظيم الأسرة قبل الطفل الأول يعني يحبوا كلهم يجيبوا الطفل الأول وبعدين يبقى يفكر في تنظيم الأسرة 18% فقط هما اللي قالوا إنهم ممكن يستخدموا تنظيم الأسرة قبل الطفل الأول لكن الرقم ده ارتفع لحوالي سبب المورثات دي محتاجين نشتغل عليها دو أكتور لأن دي مورثات موجودة جوا كل بيت مصري نقطة من الأول وربنا يكريمني بالطفل الأولاني وبعدين أفكر في تنظيم الأسرة رغم أنه ممكن يكون سنه مش مناسب دخله لسه مش مناسب لسه غير مهيئ لأنه يكون في طفل في هذه الأسرة وبالذات بالنسبة للأم هي ممكن تكون اتجوزت صغيرة وبالتالي غير مهيئ زي ما حضرتك بتقولي لأنها تمارس دورها بكفاءة في هذه الحالة إنما هذا الرقم يرتفع إلى 70% أول ما يخلف الطفل الأول فمعنى كده أننا محتاجين أننا نشتغل على هذه النقطة أكتر خصوصا بالنسبة للشباب اللي هما هيدخلوا في تجربة الحياة الزوجية في المدى القرائد نعم طيب دكتور وإحنا نتكلم على ظواهر بدأت اللي هي تتراجع المؤشرات الخاصة بيها تحديدا يهمني هنا برضو أسأل على ختان الإناث كانت ظاهرة أعتقد موجودة كمان بشكل كبير لحد ما في 2014 وصلنا فيين في المسحة لا الحقيقة برضو ختان الإناث هو يعني بيمثل أحد قصص النجاح في نتائج المسح يعني إحنا المسح رصد أنه ختان الإناث بالنسبة للبنات اللي هما من أقل من 20 سنة انخفض إلى 14% فقط بعد ما كان 21% في سنة 2014 يعني انخفاض سبع درجات مئوية خلال هذه الفترة المهم كمان هو انخفاض إحنا المسح سأل الست طب ناوية تخطيني البنت ولا لا الرقم ده انخفض من 56% إلى 27% معنا كده أنه فيه زيادة كبيرة جدا في الوعي أن هذه الممارسة غير مطلوبة أكثر من النص تقريب بالضبط المهم أيضا أنه 27% منهم 14% المختنات و13% ممكن يتعرضوا للختان فده دور مهم جدا في المرحلة الحالية أن يتم بزل الجهود حتى يتم أعرف فين الجزء ده أو المعدل ده موجود في أي محافظة موجود في أي قرية موجود في أي نجعة فأقدر إلا أنا أكثف موجود الدولة في هذا المكان تحديد أحد مزايا هذا المسح أنه سيطلع نتائج على مستوى المحافظات وبالتالي تقدر كل محافظة تعرف وضعها أي بالنسبة لهذا الموضوع كيف تضع الخطط المحلية التي تتناسب مع إمكانياتها وتسمح لها بتحقيق الهدف طيب يا دكتور مسألة كمان تغذية الأطفال ويمكن ده عامل مهم لو نتكلم مع الناس عن تنظيم الأسرة فبنتكلم علشان يكون عندنا طفل واخد كل حقوقه الصحية النفسية التعليمية مسألة تغذية الأطفال وأمراض السمنة والتقزم وهذه الأمراض وعلاقيتها بالتغذية السليمة المسحة رأسة إيه في كده لا الحقيقة برضو دي قصة نجاح كبيرة جدا في هذه الحالة لأن مؤشرات التغذية للأطفال حققت نجاح كبير جدا لو خدنا على سبيل المثال مؤشر التقزم مؤشر التقزم انخفض من 21% في 2014 إلى 13% فقط في 2021 لو خدنا مؤشر النحافة انخفض من 8% إلى 3% في 21 لو خدنا مؤشر نقص الوزن انخفض من 6% إلى 4% يعني الثلاث مؤشرات الهمة جدا في هذا المجال اللي هما بيعكسوا الحالة الصحية للطفل والحالة التغذية للطفل انخفضت المؤشرات التلاتة ما بين 2014 إلى 2021 وده مؤشر جيد يجب أرضه البناء عليه للمستقبل زي نقدر نضمن استمرارية تحسن الوضع التغذوي للأطفال عمالة الأطفال بقى دكتور كيف من المسحة عمالة الأطفال بس لازم ناخد في الاعتبار هنا حاجتين أن عمالة الأطفال على إطلاقها مش ممنوعة بالذات في الفئة العمرية من 15 إلى أقل من 18 سنة لكن المهم جدا أن العمالة تكون بحيث لا تحرم الطفل من دراسته أنها لا يستغل في أعمال خطرة ولا في أوقات غير مناسبة وبالتالي لما نبص في نتيجة المسحة نلاقي أنه التحسن واضح جدا في عمالة الأطفال من في الفئة العمرية من 5 إلى 17 سنة النسبة 5 و 6 من 10 في المية بس في 2021 مقابل 7 في المية في 2014 محافظات الحدود سجلت أقل نسبة لعمالة الأطفال أعلىها كانت في ريف وجه قبل 8 و 4 من 10 في المية يعني هل في رصد لمسألة التصرب من التعليم وربطها بمسألة العمالة لأ التصرب نحن ندرس وضعهم في التعليم حاليا بعد كده ممكن نشوف دولا فعلا خلصوا في أي مرحلة وهكذا إنما زي ما قلت لحضرتك من شوية أن التعليم واضح أنه عامل مؤسر جدا في مستويات الإنجاب كمان عمالة المرأة أحد الحاجات اللي المسح أبينها أنه نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل حوالي 17 في المية فقط عشان كده أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة لأنه أحد المحاور الأساسية لتمكين المرأة وبالتالي زيادة مساهمتها في سوق العمل حتى ليصبح الإنجاب هو الهدف الأساسي فقط لها لا كل ما تبقى مشتركة في سوق العمل ستبقى لها شخصية ذاتية عايزة تحقق فيها نجاح معين وبالتالي الإنجاب هو عنصر مكمل وليس العنصر دكتور خليني أسأل حضرتك عن الأليات اللي على أساسها خرجت هذه المؤشرات أليات العمل حضرتك شوف المسح ده أولا اعتمد على عينة عشوائية يعني أنه أحيانا أنا أقول عشوائية فالناس تفهم أنه لا عينة عشوائية بالمعنى الإحصائي يعني كبيرة الحجم حوالي 34 ألف أسرة معيشية موزعة على المحافظات بما يضمن أنه تمثيل جيد كل الفئة ممثلة المحافظة كمان استخدمت المعايير الدولية في سحب العينة واختيار الأسر المعيشية ثم تصميم الاستمارات جمع البيانات باستخدام التابلت يعني ما بقاش عندنا دلوقتي فكرة الكتابة على الورق لا بيتم جمع البيانات باستخدام التابلت وده بيعمل ميزة أساسية لأنه البيانات بتنتقل مباشرة من التابلت إلى قاعدة البيانات المركزية الموجودة في الجهاز ده بيقلل حجم الأخطاء في الكتابة بيسمح بمراجعة البيانات بشكل دقيق خلال عملية ادخالها وفي نفس الوقت أيضا بينقل البيانات مباشرة من التابلت بيوفر وقت كبير جدا في هذا النوع إذن معنى كده أنه عشان نوصل لهذه النتائج تم اتباع كل المعايير العلمية الأساسية في إجراء المسوح أهمية وجود مسح بهذا الشكل أهميته طبعا أنه حضرتك عايزة دايما تبص للمستقبل وتشوفي النتائج اللي أنت حققتيها لغاية دلوقتي وفي نفس الوقت أشوف النقص فين وأشتغل عليك أشوف النقص فين ومدى اقتراب هذه النتائج من الأهداف وبالتالي تحددي الفجوات ولأنا بعمله كمان تأثيره إيه يعني لأنا بعمله من مجهودات علشان أحل مشاكل معينة كانت موجودة عندي هل أثر ولا لأ هل جابت النتيجة المستهدفة ولا لأ معنى كده لو ما جابتش النتيجة المستهدفة لازم تتخذ أجراءات تصحيحية مختلفة الأجراءات التصحيحية هتعتمد على إيه على الأدلة اللي بنتطلع بيها من نتائج المسح وبالتالي المسح ده كان مهم جدا ليه لأنه آخر مسحة عمل كان في 2014 من سبع سنين الدنيا بتتغير وبالتالي كان مفروض أن يكون عندنا بيانات محدثة مؤشرات مبنية على تحديث للبيانات وبالتالي تسمح للدولة بالتخطيط المناسب واتخاذ كل الإجراءات اللي تمكنها من تحقيق الأهداف صحيح وما فيش تخطيط جيد بيحصل وهي دي هنا أهمية البيانات عشان أنا أقدر أحط قدام متخذ القرار إحصائيات وبيانات بتقوله إحنا فين دلوقتي وكنا فين ورايحين على فين فلو هنحط بنود لأولويات عمل من خلال هذا المسح هتكون إيه هو زي ما قلنا دلوقتي إحنا عايزين مستهدفين أنه إزاي نقدر نخلي الزيادة السكانية في المستوى اللي تستطيع المجتمع تحمله والهدف الأساسي هو أنه يعني تأكيد الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد والمواطنين وتأكيد رفاهية الأسرة المعيشية طب ده عشان أعمله لازم أستمر في أولا أحافظ على الارتفاع اللي حصل في تنظيم الأسرة في مستويات ممارسة تنظيم الأسرة وزوده وابني على المجاح اللي حصل بها وزوده زي ما قلنا كل ما وصلنا إلى تخفيض مستويات الإنجاب بشكل أسرع كل ما ده قلل العبء على المجتمع يعني برضو حدي لحضرتك مثال صغير السنة اللي فاتت 21 زدنا حوالي 2.2 مليون مولود يعني كل دولة الدولة مسؤولة عن توفير كل عناصر الرعاية الصحية والمجتمعية لهم ثم أماكن في التعليم ثم تأهلهم لسوق العمل هكذا كل ما قللنا المستوى الإنجاب كل ما قل عدد المواليد كل ما كان الفرص المتاحة للمواليد أكبر وأحسن صحيح ده المستقبل يعني احنا بنشكر حضرتك دكتور حسين عبدالعزيز مسشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا لك دكتور نارك